موسيقى 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 اختصاصي في امراض وجراحات العيون منذ 30 سنة 15 سنة دوزها في القطاع العام و 15 سنة في القطاع الخاص ارتائت ارتائت في اطار اتفاقية شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ونظر ان سيد البادرة اللي قام بها سيد ووزير الصحام شكور انه طلب مننا احنا فاعلين دي القطاع الخاص نساهمه في القطاع العام ونظر ان خصاص المهول للطبيب في الفحص وجراحات العيون بالساكينة دي الموري رشيد نظر اني تواجه العيادة دي قريبة هنا ونظر اني خدمت في السبيطارات دي الدولة بخصص ألنشخ від لان قامت بهاد البادرة لماذا يقتران في القطاع العام يجيش في القطاع الخاص لماذا تحنايه في القطاع الخاص نعمل القطاع العام وخصا ما غاديش نربحوه ماديين ويجيش نربحوه مع سيده لذا أرطأت للمشروع الاتفاقية والشراكة ونقضي المخطط ونقضي الملاحظات واتفاقية لكي يكون مقنن لكن أنا أرطأت للمشروع ومع الطبيبة من أن نجمع المرضى لن تفتح نجمع لكل مرضى كاملين وتفتح لهم قلت لي هلا ما يمكن لي ايش ما يمكنش انا واحد شاف مريض طبيب اخر شاف مريض وانا نجي نفتح لي خاصني انا نشوف المريض وانا خاصني نقوم بالفحوصات باش نكون عارف اشتابع مراد الفحوصات واش من النوع الاملية غالي ندير واش خاصني ندير واش نقول الانديكاسون اللي خاصني نقوم بها بالضبط هذا الرفض هذا جاني غريب وانا هذا السيدة مسؤول من دوب المسؤول لا ما عفتش أنا علش مسؤول مسؤول باش يحافظ على تطبيب ديال الساكينة ماشي باش يمنع الساكينة ويحرمهم من التطبيب ومن الفحص فحص المجاني تصور انا طبيب ديال القطاع الخاص نخلي العيادة ديالي ونخلي اللوازم ديالي مع المصحات ومع الالتزامات ديالي كثير بطني بالناس ونحاول نقتصد من الوقت ديالي ونمشي نداوي الناس في القطاع العام لما غادي يفافور ما غادي نخضل ريال لا جوج ولي بقى عابش نعاون انا الناس وتصور هذا المسؤول يقول لك الله واش هده يدى هذا الحماق هذا لانك وخا تقلب برضيق الناشف على طبيب في القطاع الخاص يخدم لك في القطاع العام والله لا لقيته واندرها معاك القل ديالي ودرت واحد استطلاع رأيي وسوت أطيب أصحابي اختصاصيين في جميع المجالات كنقول لهم واش تخدمون في القطاع العام كي بدوا يضحكوه كنقولوش احنا ما ما خدمنا نتها في القطاع الخاص ما كان ساليوش تلل الراسلان خدموه في القطاع الخاص عند وجو القطاع العام انا كتباديا هده الباديرة باديرة فريدة من نوعات باديران بحالة ديالي انا احمق دبا انا اللي في اللومة انا اللي بغيت نعاون الشعب ونعاون الناس هاد الناس هادو واخر هاد الناس هادو ربما طالب يرتدي ولكن السبب ربما الجل مغربة حتى الناس مشانا باش يتهموا الموضوع علاش مشانا نردوك ربما يرتدي طالب هاد اغفض اغفض لغاية في نفسي يعقوب لان هاد السيد المندوب من البحث لقيت كان واحد طبيب في القطاع العام اللي الان نتحول من تمو وكنك يفتح كان كي ياخد المرضى من السبيطارات وكنك يفتح ليهم يفتح ليهم دا باقي كيف يفتح ليهم في المساحات الخاصة وفي المساحات بلا من نذكر اسميتهم كيف يفتح ليهم كي يدين المرضى من هنا الله ومعيننا هذا ما نكر الناس كي ياخدهم من السبيطار ويدديهم وكنك يضر نتحنا القطاع العام القطاع الخاص لماذا؟ ينادوا كل المرضى كان كيف ياخدهم ويديهم التمى ما كي يخلص لا ضرائي بلاواله وكي نقص لهم كي نقص في التامن كيف كان هناك مشكلة يمكن المندوب محجبوش هاد 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 صرف هاد هاد ما يمكنش يكون في القطاع العام ويخدم في القطاع الخاص ماشي ولا طبيب شابح في القطاع العام مبقاش كي يفتح مبقاش كي يخدم ما هواله كي يجي يطلوا كي يمشي كي يخدم في القطاع الخاص هاد ما يمكن شاي وطنك أنا كنظن هذا هو السباب هذا السيد هذا هذا بحيث هذا دبا مسؤول خاصه يكون كي يحافظ على المصلحة العامة ماشي مصلحة خاصة طبيب حيث هناك حجازات ولا حيث هاد طبيب هذا ماشيت انا شكيت به نحنا نقصيها الساكنة كاملة ما نفتحوش لها ما نخدموش معها ما نديروش فحص هذا حسب النبوة المشكلة يجب أن يكون تحديث تحديدهم ما عملنا في الناس هل أهلاً؟ ما دائما؟ من الأحيان أنني قمت بإذن قمتنا بإذنهم فيها 23 سنة أمراً بشأننا إلى أصبحت وأحيانك والبعض الأطباء يدعون لديهم واحد المهمة من ما بين المهام ديالنا هي الإجيان سكولير كمشوا غير المدارس المدارس كندوزوا واحد العدد هائل ديال الناس أنا دابا كنقول الله أعلم هذوق الدرية الصغار دابا لي في المدارس ما كيشوفوش مساكن تواحد ما كيكون بيهم كيبقوا حتى كي تربى ليهم الحوال كيبقوا ليهم ما يبقوا شي يشوفو كيبقوا ليهم مشاكل بسيكولوجية مساكل مشاكل في الدراسة ديالهم كي يخرجوا كي يخرجوا منحارفين على الشيء أنه باش ما داروش نضادر درجة صغيرة ما داروش ليه نضادر أراك كتتطب عليها بزيف المخلافات المضاعفات دونكس كيف هيك هاد الشي كان قولك هذي ثلاثة عشرين سنة كنا ربعا ديال أطباء دابا ما بقاتها طبيب بقات وحدة وحدة خدامة في السبيطار كد شي صيمانا ودقلت الشهر وما كتفتح ما كتدير والو الله ما إن هذا مونكار هذا ما يمكنش حنا نسكته على هاد الشيء بزيف أنا بعيد أنا في قطاع الخاص عندي 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 عيادة ديالي عندي خدمة ديالي عندي ميصحات فين كنخدم عندي كل شيء أنا بعيد هذه المشكلة هاد باش هاد الناس هادو ميقوموش بالواجب وما يحتانيوش بتطبيب ديال الساكنة لي كتيرا الناس كتفة كتيرا تصور ذلك النايتمشي نادرنا حملة حملة تطوعية دو وزنا الوحد خمسمية ديال دريس صغار ديال المداريس دو وزنا عليهم خجنا ليهم من ضادر لا يتقبل باش باش مساكن يتعالجوا وما يبقاوش عندهم ضعف الباصارة وخا نفضل مبنو يعني هاد السبب يعني اللي مريتي بي إزايا هو عني سبب من الأشداد بكشكلية أطباء وهذا من بين الأسباب هاد مسؤول واحد جابش يخدم مجانا وتقول ليه اللي ما تخدمش وهذا كيفش بغيتي واحد موظف صبيطار ما عنده خاصات عنده نقص في الطبيب عنده نقص عنده عندنا سكتار كيدوز يدوز وكل شيء ويبقا ضعف الإمكانيات وما كيخالصوش بزيان وتلقان مسؤولين مازال كيحكو فيهم من الفوق كيفش بغتي مهز حويجو يمشي بحال ولا برزا ميمكنش غايقل سيناير مهز حويجو يمشي من غدا نمشي ده بل كندا نمشي لأي بلاد تخدم بواحد صالير مرتفع جدا وعندك جميع جميع الإمكانات وعندك جميع 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 الظروف ملائمة وعطوك جميع الأمور اللي اللي تخليك مرتاح في الحياة ديالك هاد المسؤولين ما كان فهمو مش هاد المسؤول اللي خصو يحمي الساكينة ماشي يقوم بصد بصد ليد المساعدة وطبيب بعطاك ييد المساعدة ونك اتفاقية اتفاقية شاركة كتبدا وكتحبس في البلاسة إذا كان شي مشكل وإذا كانت الأمور ماشية يمكن لك تحبس في أي وقت شاركة ما بين القطع الخاص في القطع العام مجانا أسيدي نبدأه أسيدي كي المشكل حباس ما تبقى شخدم معنا أسيدي ونبينا عليه السلام ماشي تحبس قبل ما تبدأ هذا هذا مسؤول هذا لا مسؤول ما كان مسؤول سيكون مسؤول بكامل قوى العقلية سيكون هذا الشيء ماشي معقول أنا أخي كل عدو ديالي يأتي عندي مثلا يقول لي يطلب لي يد المساعدة هاك مجانة ما يمكن يقول لي إلا باش نرحم هاد الناس والفقراء هادو رسالة الوزير الصحة رسالة الوزير الصحة والله يخليك إلى ما كمك تطلب منا ندير اتفاقية شاركة ما بين القطع الخاص والقطع العام بغيتكم تفعلوها ما تبقاش حبر على ورق بغيتكم تفعلوها في الحقيقة وفي الواقع الواقع المر هو هذا سيد الوزير أن السيد المسؤول الأول على المندوبية ديال وزارة الصحة ديال المولاي رشيد أرفض الظرف التام يد المساعدة من طبيب في القطع الخاص بغي يخدم الدولة وبغي يخدم الشعب وبغي يساهم أنا عندي ستين سنة في العمر ديال ثماني وخمسين غالي ستين سنة ما بقى والو الإنسان كي يدوز ذاك الشي ما بقى على خير بغينا نعاونه للشعب ونعاونه الفقراء والشيليكين الله يجزيكم بخير إذا أعجبكم في الفيديو لا تنسوا الشراك والضغط على الجرس بشي يوصلكم الجديد اشتركوا في القناة